ويحضر معنا في الوسوديو مدير مع تونس للسياسة لساذ أحمد إدريس سيد إدريس أهلا بك وشكرا جزيلا لك على قبول الدعوة إذن سيد إدريس وسط هذا الجدل القائم حول الحكومة المنتظرة والنظام السياسي كيف تقرؤون المشهد السياسي العام بالبلاد اليوم؟ نعم يعني يبدو أن هناك اتفاق اليوم بأن القراءة القانونية لا تكفي لإعطاء إجابة عن هذا السؤال فلا يمكن أن يخطي ربما رئيس الجمهورية خطوة أخرى دون أن يفسر ذلك بأنه تعدي على الدستور وهو بشكل واضح اليوم أن لا أحد يمكن أن يتفق بأن الحل هو في الدستور أو الحل في القراءة القانونية إذن الحل هو في السياسة أو في الحلول السياسية بشكل أدق ولكن في نفس الوقت لإيجاد حلول سياسية لابد من توافق عريض حول ضرورة أن يتم الاتجاه نحو إما تعديل الدستور أو قانون مؤقت للصلاة أو حكومة مؤقتة لتسيير الشؤون ما معنى توافق؟ ما معنى بأن أي اتجاه أحادي الجانب من طرف رئيس الجمهورية وحده سوف يشكك في مشروعياته مهما كانت مشروعية رئيس الجمهورية اليوم فلهو المشروعية ولكن أي خطوة أحادي الجانب قد يتصدى لها أو تتصدى لها أطراف أخرى وتشكك في مشروعيتها وبالتالي كل ما ينتج عنها قد لا يكون مئة بالمئة مشروعا كما يريده رئيس الجمهورية إذن لإكساء هذه المشروعية لا بد من التوافق مع أطراف سياسية ربما هي اليوم تلعب دور المعارضة أو هي اليوم لا تقبل بهذا التغيير الذي حصل يوم 25 جوليا وبالتالي لا بد من خلق هذا التوافق مع الأطراف السياسية حول فكرة تخطي هذه المرحلة بشكل يحترم ربما بشكل بسيط الشرعي في وضع يبحث فيه عن هذا الوفاق الواسع أو التوافق الواسع هناك حديث عن موصفة بتعطل الحوار فكيف ربما ستتم هذه المسألة هذه التوليفة كيف سيجدها اليوم رئيس الجمهورية في ضد هذا الوضع مع من سيتشاور؟ مع جميع الأطراف مع جميع الأطراف الأطراف التي هي موجودة في البرلمان قبل يوم 25 جوليا هي الأطراف الممثلة لجزء من الإرادة الشعبية أن ننفي هذا اليوم معنى بأننا نقصي جزءا من المجتمع ولا نعطيه الفرصة لكي يدلي بدوله حول حل هذه الأزمة رفض الحوار معنى أنني أقصي أطرافا وأن كنت أشكك في نزاهتها وأن كنت أشكك في وطنيتها وأن كنت أشكك في قدراتها على تسير البلاد ولكنني محتاج اليوم إلى خلق نوع من الحشد حول فكرة تغيير النظام السياسي حول فكرة تغيير الدستور حول فكرة تغيير النظام الانتخابي لإيجاد الحلول فيما عد ذلك سوف نبقى في هذا المأزق الذي نعيشه اليوم في القراءات القانونية هل هذا الدستور أم لا؟ هل أن الاستفتاء سوف يعطي النتيجة المحبذة أم لا؟ وسوف تمر الأشهر ربما السنوات دون أن نجد الحل إذن الحل اليوم هو أن نضع هذه الفكرة على طاولة النقاش مع جميع الأطراف لكي يتمكنوا من أن يعطوا تصوراتهم لخروج من هذه المرحلة والخروج من هذا المأزق وتوافق حول ضرورة التغيير إما تغيير الدستور أو حتى فكرة القانون المؤقت للسلط في حد ذاته تصوروا بأن يخطو رئيس جمهورية هذه الخطوة وأن يقرر بمفراده سن قانون بين مزدوجتين سن قانون للتنظيم المؤقت للسلط من سوف يقبل به أو على الأقل من سوف لن يشكك فيه وفي نوايا رئيس الجمهورية والتشكيك في نوايا رئيس الجمهورية قد يخلق كذلك أو قد يعمق الأزمة ويعمق المأزق التي تعيشه تونس اليوم وقد يعمق كذلك من أزمتها الاقتصادية ومن أزمتها الاجتماعية وقد يخرج الناس غدا للمطالبة بالإطاحة في من كان سببا في هذا نعم إذن مدير معاة تونس السياسة رساد أحمد الدريس شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيح